اشتركوا في القناة على توفير افضل الخدمات الحكومية المنظمة للقطاع مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد رسوم الخدمات الحكومية في حدود التكلفة الفعلية والجودة التي ينشدها الجميع من جانبه اشار سعادة النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة تقدمت بما يزيد عن 30 استفسارا للوزارات والهيئات الحكومية بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019-2020 المرافق للمرسوم رقم 19 لسنة 2019 لفتا إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية وأفاد اسحاقي خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى وكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بل وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير التجارة والصناعة والسياحة وزير شؤون الاعلام ووزير شؤون الشباب والرياضة بأن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تستغل كروافد مهمة للميزانية في إشارة إلى قطاع السياحة والعمل على تفعيل السياحة التعليمية والرياضية والعلاجية في مملكة البحرين وحول ما ركزت عليه استفسارات أعضاء اللجنة في الاجتماع المشترك مع الحكومة بيّن اسحاقي أن اللجنة ناقشت تفاصيل إرادات وزارة التجارة والصناعة والسياحة مع سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني كما تم استعراض الأرقام تفصيلية المتعلقة بمساهمة الوزارة في النمو الاقتصادي للمملكة وانعكاسات زيادة رسوم القطاع التجاري على الاقتصاد وذكر اسحاقي أن مالية النواب دعت كذلك خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة إلى ضرورة إيجاد خطة لزيادة إرادات وزارة شؤون الإعلام عبر تطوير مشاريعها الانتاجية والاستثمارية